يستعد نادي الهلال لمواجهة الاستقلال الإيراني في دور ثمن النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا وطبعا جماهير الزعيم تنتظر الفوز وحسمة أهل للدورة المقبل من البطولة وإكمال مسيرة الفريق لبلوغ النهائي وتحقيق اللقب الكبير لأحديث أكثر عن استعدادات الزعيم للمواجهة الأسوية ينضم لي من الرياضة الصحفية الرياضي عبدالعزيز الزلال بصالة الخير يا أبو خالد بن نور يا هلا أخوي حازم سعيد بتواجدي معك والظهور في شاشة مبي سي ومس عليكم المشاهدين والمشاهدات والزمل في الاستوديو يا هلا أبك أبدأ معك بداية من الاستعدادات كيف تشوف الاستعدادات بنظر عام شوف استعدادات الفريق الهلالي لمبارات الاستقلال الإيراني المدرب ليوناردو جارديم قرر إقامة معسكر داخلي في فترة التوقف أثناء أسبوع الفيفا أو أسبوعين الفيفا للمنتخبات لعب القاودي وحيدة ممنادي الكويت الكويتي في أستاذ الملك فهد فاز فيه الفريق الهلالي في الأول ثلاث جولات في الدوري الفريق الهلالي لم يكن مقنع شكلا وأداءا داخل الملعب ما يأثار مخاوف الجمهور الهلالي المتابع الهلالي خصوصا أن الفريق الهلالي الآن يعتمد على تكتيك ممعين جديد على الفريق الهلالي مع المدرب ليوناردو جارديم وهو أربع أربع أثنين بتكلم أنا بتكلم على المدرب يا أبو خالد بس خلنا في البداية تشوف كيف الاستعدادات بنظرة عامة تشوفها جيدة لهذه المباراة جيدة هذا جدا وفقا للوقت المتاح وعلى حسب عدد اللاعبين المشاركين في مع المنتخبات ما تتكلم من الفريق الهلالي في لايب أكثر من خمسة وستة لعبين مع المنتخب السعودي بالإضافة إلى كاريلو وكولار كانوا من ضمينا للمنتخبات فاستعدادات كانت وفق العدد المتاح وشوف أنها كانت استعدادات جديدة من المدرب ليوناردو جارديم طيب أتكلم معاك على اختيارات جارديم قبل ما نتكلم على طريقة لعب جان هيون بيريرا مريقا وقوميز طبعا ما أخذوا فييتو وكويار وكاريو شوف كان الاختلاف أو الغضب نوعا ما من الجمهور الهلالي على عدم اختيار لعب كاريلو لكن أعتقد أن مشاركة اللعب كاريلو في كوبا أمريكا وتصفية كاس العالم والآن فيه دوري أبطال آسيا ويوم أو يومين لوصوله ليلعب مباراة وانتمامك ثلاثة واربع مباريات لللعب نهاية آسيا أنا أعتقد أن هذه أجبرة المدرب ليوناردو جارديم أنه يستبعد كاريلو وكويلارا بسبب مشاركتهم في تصفية كاس العالم في أمريكا الجنوبية فأنا أعتقد أنه كان مجبر المدرب جارديم أنه يستبعد اللاعبين هؤلاء من القائمة الأسيوية واللعب الآخر ممكن فيته ونعتقد أنه فيه خلاف أو فيه تباين في أراء الجمهور الهلالي ناس يطالب ضمه وناس يطالب بعيدا ضمه لكن الكلام الكبير كان كله على كاريلو لكن أعتقد أن تصفيات كاس العالم كانت هي المحك الرئيسي أو القرار الرئيسي الذي أجبر المدرب ليوناردو جارديم أنه يستبعد كاريلو من قائمة آسيا النهائية إذن أجبر جارديم على استبعاد هؤلاء اللاعبين صحيح؟ وأجبر بسبب ظروف السفر والطيران والوقت ما هو أجبر من أطراف أخرى وأطراف معينة يقصد بالظروف الذي حصله يجبر بالظروف الظروف التي حكمت على جارديم أنه يستبعد الثنائي كاريلو وكويلار ترجمة نانسي قنقر